ليه دايماً المجتمع حتى في الدراما يعني حتى في المسلسلات يا شريف بيودين المرأة بس إن هي المتطلقة إن هي هي المعرفتش تحافظ على بيتها يعني هي اللي بتشيل المسئولية على اكتفها كده إن انتي طب ما ليه ما حفزتيش عليه ليه ما عملتيش معرفش ليه ليه إحنا السبب هقولك سبب عجيب جداً يعني من وجهة نظر يعني الستات أدوارها في المجتمع أعظم بمراحل من أدوارنا بمنتهى الأمانة يعني لأنهما مالتي تاسكس يعني بيعملوا 600 حاجة فتقريباً المجتمع لا يخفر للست إنها ما تقدرش تعمل ركن من الأركان اللي المفروض تحافظ عليه هو حط لها كل البنود اللي المفروض تأوم على أساسها الحياة من ضمنها إقامة حياة زوجية سليمة آه يعني دي مسئوليتك أنت دي مسئولية أدوها من ضمن المسئوليات لها وده لإن هي بطبعها بتعمل بتعمل حاجات كتير فأول حاجة هتحصل وقت ما يحصل انفصال أنت المشكلة هيتشور عليها قبل ما يتشور على الراجل آه أنت اللي هتعرفي تحافظ عليه أنت اللي هتعرفي ترجعيه لبيت ولو بص بره آيو أنت اللي هتعرفي تحقيني المشاكل لو المشاكل بتزيد كل يوم أنت اللي هتعرفي تدباري شؤونك لو عندك مشاكل مادية أنت 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 لأن في الحقيقة هي الست المدير التنفيذي لكل شيء يعني فبالتالي بيحملوها العبء ده فأنا بعتبر أن النوع ده من الاتهامات بيتضمن من ضمن الكلام إشادة بالست لأنها فعليا هي الست هي اللي شايلة كل حاجة بس طبعا للأسف الشديد الخلط ما بين الدور بتاعها وما بين المشكلة اللي ممكن تبقى سبب في الانفصال بييجي عليها قال يعني لما الست مثلا بتيجي تشتكي أنه مثلا جزها بيضربها لا ده دي كس صريحة يعني هتديك كذا حاجة بقى يعني جزها بيضربها فتروح تشتكي الأهلال الحقوني ده وبيضربني وأنا طب معلش ما تستفزهوش حاولي تتجنبي حاولي معرفش عشان الولاد دي حالة برضو بيجي المسؤولية عليها يعني هي السبب أنه بتتضرب مثلا تيجي مثلا ست جزها بسباص جزها متعدد النساء فبيخنها كل يوم أو كل أسبوع عين كان خاين بطبعه فطول الوقت أنا جات لي ست مرة قلت لي أنا لقيته بيخني في شقة الزوجية رجعت مرة من عند والدتي لقيت الخيانة قدام عيني عيني عينك يا تاجر لما راحت لأهلها وقالت لهم ممتق خلاص تطلقي بس أنت حرة ما جيش تشتك يا جدعان الراجل خاين يعني هي زنبها إيه لازم تعيش مع راجل خاين عشان ما تبقاش هي سبب الطلق النوع ده من المشاكل وأصعب منه هي دي المشاكل اللي احنا بقى بنتكلم فيها هي دي المشاكل اللي بسببها للأسف الست بتشيل زنب من زنبها بتتحمل بشيء مش بتاعها بالزبط هل نتيجة ده لما نقرر الانفصال إن هي بقى هتتسلخ هتبدأ تتعامل في المجتمع معاملة البني أدمع صاحبة بيسموها البطحة على رأسها بطحة تعالي في المجتمع بيقولها تعالي لي بقى تعالي لي بقى وأنا فرومك خالص يعني تعالي وأنت مجروحة نص نص كده تعالي أنا هقضي عليك بس فيه ستات بيبقوا مستعدين وفايترز يعني بيجهزوا نفسهم للمعركة دي ترجمة نانسي قنقر